بسم الله الرحمن الرحيم رقي وسعدان ابن يزيد ابن عباس رضي الله عنه نارات عنهما نارات ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد he who abandons salat shall meet Allah in a state that Allah will be very angry with him بزار أندتبرا وعنه فالابن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته الصلاة فكأنما واتر أهله وماله رواه ابن حمان نوفال ابن معاوية رضي الله عنه نارات ذات نبي الله صلى الله عليه وسلم سيد the person who missed even one salat is as enough as though he has been deprived of his entire family and wealth ابن حمان وعن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود باب متى يؤمر الغلام بالصلاة عبد الله بن عمر بن كما نتحدث عن أبوه من أبوه رضي الله عنهما نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ترجمة أبوه عندما يكون سنة عاما تفعل صلاة ونحن لهم لأنهم لا ترى عندما يكون سنة عاما أبوه 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 قال الله تعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الْرَّاكِعِينَ الله سبحانه وتعالى أبوه 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 وَشَاهِدُوا الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعَشُرُونَ صَلَاةَ وَيُكَفَّرُ عَنْهُمَا بَيْنَهُمَا رواه أبوه 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 هُرَيْرَةَ رضي الله عنه رضي الله عنه narrated that نبى الله صلى الله عليه وسلم said the muadzin will receive forgiveness to the distance to which his voice reaches all living and nonliving things shall bear witness for him on the day of resurrection إذا أردت هذا سالات في المجرآن مرة هنا وإذنه في إعجاب 25 سالات وإذا أردت تقليل من السلات between two salats Abu Dawud according to some scholars the reward of 25 salats is for the Muazzin and he gets forgiveness for his sins from the previous Adhan to this Adhan